نناقش ملف الطاقة والغاز مع المتحدث باسم وزارة النفط السيد عاصم جهاد أهلا بك سيد عاصم دعني أبدأ معك من التحديات التي يواجهها العراق في هذا الملف تحديدا ما هي أبرز الأهداف التي تتعاونون فيها مع وزارة الكهرباء لمعالجة هذه المشكلات وتجاوزها شكرا لكم مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام بالتأكيد يعني كوزارتي وزارة النفط والكهرباء تجاوزتها الكثير من التحديات والمعوقات التي كانت تواجه القطاعات وبالتأكيد هناك ظروف خارج إرادة البلد لكن حققنا التقدم في إطار التنسيق المشترك ضمن الخطة الوقودية هناك خطة وقودية يتم وضعها بالمشاركة بين وزارتي النفط والكهرباء هذه تتضمن تلبية احتياجات وزارة الكهرباء من أنواع الوقود وبالتأكيد السنوات الماضية وزارة النفط كانت تلبي جميع احتياجات وزارة الكهرباء من أنواع الوقود وأيضا تساعد يعني مجارة الكهرباء في إصال الوقود إلى المحطات في استيراد الوقود في توفير الوقود البديل عند عدم توفر الوقود للغاز على سبيل المثال بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من الوقود للمصانع لتشغيل المولدات وأيضا المولدات الأهلية للقطاع الخاص وغير ذلك هل تحدث عن الغاز الطبيعي أم الغاز المصاحب؟ لا نحن نتحدث بالخطة الوقودية المشتركة هذا بالتأكيد هو الغاز الطبيعي نجهز به المحطات الطاقة الكهربائية أنواع من الوقود أيضا تستهلك المحطات الطاقة الكهربائية النفط الخام، النفط الأسود، الغاز أويل كل هذه الكميات على وزارة النفط نتوفرها يوميا من استهلاك المواطن كمولدات منزلية، كمولدات أهلية جهز المواطنين للمصانع جهزها، لدوائر، للوزارات الحكومية وصولنا إلى محطات الطاقة الكهربائية هذه أنواع الوقود بملائين الألتار يوميا تتوفرها وزارة النفط لوزارة الكهرباء أو لاستخدامات المواطنين أو المصانع طيب سيد عاصم نرجو أن يتسع صدرك للحديث بصراحة مع المواطنين نتحدث عن خطط معلنة في كل سنة في الشتاء للصيف المقبل ورحلة الشتاء والصيف يبدو أنها لا تنتهي متى نتحول من الحديث عن معالجة مشكلة آنية إلى تحقيق خزين ستراتيجي يمهد للعراق لفصول مقبلة لا نقول يخلصنا تماما من الغاز المستورد لكن على الأقل يشعر المواطن بأن الفصول اللاهبة القادمة ستكون أقل وطأة عليه نعم قد تكون مشكلة الوقود وحدة من المشاكل لكن ليس كل المشاكل كوزارة النفط تحاول تلبية النسبة الأكبر من احتياجات وزارة الكهرباء وهذا ما تحقق خلال السنوات الماضية يعني توفير كميات كبيرة مثل ما تحدثت حضرتك قبل قليل أنه عدة محاور تعمل عليها وزارة النفط من محور استخدامات المواطن إلى استخدامات المصانع المولدات الأهلية إلى محطات الطاقة الكهربائية يومين توفر وزارة النفط كميات بملائي الألتار بالإضافة إلى الوقود المنتج من الغاز وغير ذلك وبالتأكيد كان هناك تطور خلال السنوات الأخيرة كان هناك ظروف هناك محطات لتوليد الطاقة تعمل بوقود الغاز والعراق لم يتوفر بعد الكميات الكافية وبالتالي يضطر لإستيراد كميات معينة اهتمام الحكومة ضمن البرنامج الحكومي لزيادة الإنتاج الوطني من الغاز بالتأكيد سيقلل من الاستيرادات وبالتالي حققنا خطوات مهمة في هذا الإطار طيب سيد عاصم ذكرت هناك اهتمام حكومي لاستثمار الغاز المصاحب طيب هل كانت تحدثنا عن أهم هذه المشاريع التي تعملون عليها الآن؟ نحن كوزارة النفط وبتوجيه من الحكومة وقعنا على جميع العقود لمشاريع استثمار الغاز يعني الآن ما عدنا حقول نفطية بها غاز مصاحب وما وقعنا عليها عقود أهم هذه المشاريع يعني أو آخر هذه المشاريع احنا عدنا كان العقد مع شركة توتال لاستثمار 600 مليون قدم وكعب قياسي باليوم من خمسة حقول في محافظة البصرة والآن حققنا تقدم كبير في غاز الحلفاية اللي رح يوفرنا بحدث 300 مليون قدم وكعب قياسي باليوم وأيضا هناك استثمار للغاز في حقول ذيقار وهذه رح توفرنا بحدود 200 مليون قدم وكعب قياسي باليوم بالإضافة إلى أن شركة غاز البصرة الآن وصل إنتاجها أو استثمارها إلى حدود 1000 مليون قدم وكعب قياسي من ثلاث حقول مهمة هذه بمجموحة رح توفرنا كميات كبيرة نحن في نهاية الفصل الأول يعني من العام المقبل رح تدخل أدنى بحدود 200 مليون قدم وكعب قياسي باليوم من إنتاج شركة غاز البصرة وبالتالي هذه دخول يعني هذه المشاريع ودخول الاستثمارات بالتأكيد هذه رح يوفر كميات يعني تلبي الحاجة المحلية وبالتالي يتقلل من الاستيراد الثقل الأكبر على شركة غاز البصرة وهنا نتحدث عن موضوع الملوثات نعم وإيقاف إحراق هذه الملوثات في سماء البصرة وتعرض جيدا أن البصرة سجلت أكبر حالات إصابة بسبب الملوثات وإن كان الملوثات متعددة ليست فقط النفطية نعم بالتأكيد يعني كل ما تستثمر أكثر من الغاز كل ما تقلل من التلوث البيئي وبالتالي استطاعت شركة غاز البصرة من إيقاف حرق يعني أو يعني انطلاق الملوثات في السماء بحدود الآلاف الأطنان دات عالشة سنويا يعني وبالتالي هذا رح يحقق يعني تقدم على نظافة بيئة البصرة بالبيئة العامة وبالتالي حضرتك تحدث عن الملوثات يعني الأمراض السرطانية وغيرها تعرف أن أسبابها يعني متعددة العراق خاض يعني حروب وهناك أسلحة يعني بالتأكيد أثرت يعني على صحة المواطن لكن يعني التقدم اللي حصل هنا عندنا يعني الآن كل ما استثمرنا اليوم غاز البصرة استثمرت بحدود ألف مليون قدم مكعب قياسي باليوم ومشاريحك قد تصل إلى ألفين مليون قدم مكعب قياسي باليوم دات يعني احنا كعراق يعني قلتك أنه أوقفت يعني ملوثات بأطنان الملوثات والعراق حقق تقدم كبير في هذا الإطار اليوم العراق حقق التزامات اتجاه يعني اتفاق باريس يعني حقق النسبة المطلوبة بل أكثر من ذلك يعني وأيضا أنه عندما أصدرنا سندات الكاربون من شركة نفط الوسط يعني بالتأكيد هذه فتحالة تحسب إلى العراق في هذا الإطار السيد عاصم جهد المتحدث باسم وزارة النفط شكرا جزيلا شكرا جزيلا